في صفقة ممكن تكون الأذكى في سوق الانتقالات الحالية إلى الآن روبين نيفيس بإجماع الصحف العالمية لاعبا للهلال أحد أهم نجوم المنتخب البرتغالي في الفترة اللي راحته اللي يوم الأمس قدم مستوى عظيم أمام منتخب البوسينة وكان من أسباب الفوز وهو نفس اللاعب اللي يقود نادي وولفر هامتون الإنجليزي وأحد أهم نجومه اللي لم يكن النجم الأول حتى اللاعب اللي مقدم مستوى عظيم في الدور الإنجليزي هذا الموسم ولا زال 26 عام أعطيكم حصائية بسيطة روبين نيفيس في الدور الإنجليزي في موسم 2022-2023 لعب 35 مباراة خلال 35 مباراة هو محور هجومي ساهم بسبعة أهداف سجل ستة وصنع هدف وحيد عنده 32 صناعة فرصة وفي نفس الفريق روبين نيفيس مين معاه؟ معاه اللاعب اللي فيه كلام انتشر في الصحافة في الفترة الماضية أنه فيه رغبة من الاتحاد أنهم يجيبوه أتكلم عن جواه موتينيو اللاعب يعتبر أفضل منه كأرقام وإحصائيات فهو الأكثر تمريرات صحيحة في ناديه هو الأكثر افتكاكة للكرة في ناديه وهو ثالث أفضل محور دفاعي في الدور الإنجليزي بحسب الأرقام والإحصائيات روبين نيفيس أيضا في مسيرته بشكل كامل في الدور الإنجليزي لعب قرابة 177 مباراة سيفي ممتاز جدا يمتلكوا اللاعب وفي مسيرته روبين نيفيس مثل عدد من الأندية ولكن أبرز ناديين مثلهم هم نادي بورتو البرتغالي اللي يعد أكبر أندية البرتغال ونادي بولفرهامتر الإنجليزي اللي انتقل لهم في عام 2017 قاد من نادي بورتو والسمر اليوم الحالي لمدة 6 سنوات مع ناديه وكان أحد أهم أبرز النجوم في الدور الإنجليزي والعلمكم هذا اللاعب تمت مفاوضته من قبل مانشستر يونايتد من قبل آرسنل من قبل بان ميونيخ من قبل عدد من الأندية ولكن ناديه كان معند حتى وصل العرض في هذا الموسم من إدارة الهلال وصندوق الستثمارات العامة اللي نقل اللاعب الشي اللي يحسب للهلال في هذه الصفقة أنه مفاوض الهلال ذكي جدا نرجع للأيام الماضية كم انتشر خبر من الإعلام والمصادر أنه الأهل يفاوض مودريج أنه الاتحاد يفاوض كانتي أنه النصر يفاوض كارفاليو أنه النصر يفاوض غيره من اللاعبين لكن هل في خبر من هذه الأخبار إلى الآن تم أعلانه بشكل رسمي باستثناء موضوع كانتي ما في أي شيء لكن موضوع نيفيس ما سمعنا عنه أي خبر في الأيام اللي راحت اليوم بس اسمعنا هذا الخبر والآن كل الإعلام الإنجليزي والأجنبي أجمع أنه هذه الصفقة تمت وهذا إن دل دل على ذكاء المفاوض الهلالي ما سرب الخبر للإعلام إلا بعد ما تم الصفقة وهذا الشي يحسب لهم ولازم الأندي الثانية تتعلم أنت بدل ما تعشم جمهورك روح احسم الصفقة يا أخي وانهيها ولا تطلع هذه المعلومة لأي مصدر من مصادر فريقك وبعد ما تم هذه الصفقة خلاص الإعلام الأجنبي طبيعي رح يداولها لأنه الإعلام الأجنبي عنده مصادر قوية أيضا لكن اللي حاصل في الأهلي والاتحاد والنصر كل الإخبار اللي قاعد تصير مجرد مصادر يسربون وما نشوف أي شي عملي على أرضية الملعب نرجع الروبن نيفيس روبن نيفيس أيضا من الأرقام المميزة له أنه اللاعب ابتدأ في تمثيل منتخب البرتغال من البراعم نعم اللاعب يلعب مع منتخب البرتغال من يوم ما كان عمره اللاعب 15 سنة أنتم مصدقين أنه من عام 2012 حتى يوما الحالي اللاعب شارك مع جميع منتخبات البرتغال سواء تحت 15 تحت 16 تحت 17 وتحت 18 وتحت 21 والمنتخب الأول وشارك معهم في بطورة كأس العالم مسيرة دولية ممتازة أرقام ممتازة أيضا وعمر اللاعب صغير مقارنة بالأسماء اللي قاعد تجي الدوري فصفقة روبن نيفيس هي صفقة جدا بكية أغلب الأسماء اللي قاعد تجي الدوري أعمارها في 35 36 37 بينما روبن نيفيس فقط 26 سنة يبقى العامل الوحيد هو نجاحه في الهلال وفي أرضية الملعب هو بيد اللاعزة وجل ثم بيد المدرب الجديد وكيف راح يوظف هذا اللاعب شفنا ماتيوس بيريرا اللاعب تقريبا يوم جال للهلال كان عمر 26 سنة لكن الصفقة في النهاية كانت نوعا ما مخيبة للأمال وما نجح اللاعب ممكن الله لا يقدر الموضوع في معروبن نيفيس يتكرر لكن اللاعب بشكل عام أرقام وحصائيات مميزة جدا الهلال إذا وفق في مدرب ومتازعر في استغل المكانيات لعبينه راح نشوف واحد من أفضل المحاور في تاريخ الدوري السعودي وفي تاريخ قارة آسيا بشكل عام ختاما إذا عندكم أي رأي حول هذا اللاعب شاركوني إياه في التعليقات مهتم جدا لسماع رأيكم وأكيد فيما يخص لاندي ثاني إذا كان في خبر مهم راح نزل عنه بإذن الله ولذلك إذا لسه مشتركت في القناة وش تنتظر يا غاري اشترك وفعل جرس التنبيهات واضغط زر لاك عشان يوصر هذا المقطع الأكبر عدد من الأشخاص وبخصوص الاشتراك تراني بسهل لكم العملية زي ما تشايفين الآن فوق على سارة شاشة طالعوا وكشعر القناة اضغط عليه واشترك خلينا نوصل أكبر عدد من المشتركين اليوم وعلمين الشاشة في مقطع جدا مميزين اختار أي واحد منهم وعجبك لا تنسى في ختام كل مقطع تذكر الله عز وجل فارس وفارس أوفيشل صلوا على نبينا محمد